اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وطلع على السطح ويعني من كتر ما ترجاني ولا شفقت عليه ام تخليته يفوت يفوت على القبر ان شاء الله لك هذا بيشفع عليه هذا واحد هريبن الفرنساوي حقه نصف رانك خافي يمسكو لك ابني لك يا امي يمسكو ياخدونا احنا شو قلنا علاقة لك نحن شو دخلنا ما احسن ما الناس قدوا تحكي متل ام سليم وغيرها وغيراتها هذا اللي صار وبناتك مبحوطين بحث متل الشواضيم على الحريم اب سليم ويهي؟ بس يا اخي احنا ما عملنا شي غلط لحتى تضربنا بلا شو؟ ايه بس يا عيني ما حدا بيقارف هذا الحكي امي كان لازم تقلعي كان لازم تقلعي وتفضحي لك معسم ما نفضح نحنا قدام الناس لك يا ابني هو دخل على ارض ديار بدون ما حدا يفتح له الباب بسيطة أنا أبعرف شغلي معك يا مستو وين رايح ابني رايح شوفوا له الواطي اللي خلى الناس نحكي علينا من تحت رأسه برضايا عليك يا عدو ما بدنا مشاكل يا مو أبوس إيدك تركيني تركيني ولي على طولي ولي على طولي ولك شفتي شو وجانة من رفعتك لقليلة الترباية فكرية ولك شفتي شو وجانة طبع أنا شو يعرفني أنا بتهرب من بيته زيامو شو يعرفني يا رايح يا رايح أنا لا ينتاجيني عند الرجعة علا حدا يتدخل الرجعة أولا علا حدا دخل رجعنا ورا سألونا اخواتي سألونا بقعات لي بقعات لي بقعات لي بقعات لي سألو ايلو يا مختار سألو اهل عطي الله وكيدك ما يمساوي له شي مختار انت بتعرفني سمعونا انو البيت اللي فيه حريم وما فيه رجال تحنيب تقدر تفوت حليه بتكون غلطان كتير لك يا حمار سمع على هالحاكي مختار سمع شو عما يحكي انت شو عم تحكي؟ مختار بيت كله حريم بيقوم على الواطي بيفوت عليه وبيتخبه بالبيت بيخلي سمعتي على كل الإنسان بيسمع القلايا فيني بيجوز من الله هذا الحكي؟ انت افترضه بهذا الحكي؟ أعوذ بالله ما بيرضيني بس الموضوع مو متل ما انت فهمانو ايوه وشلون بنفهم مختار؟ هات لشو؟ انا ما بفهم يا اقي فهمني عدلي تعالى عندي على المظافة وانا بفهمك وهي انا عم قوله قدام كل الناس انو عائلتك من اشرف الناس الله يجبر بخاطرك يا مختار الله يجبر بخاطرك مستو انتروها عمالي اللي يهتلك عليه يالله طير طبعما طبعما يا المطافي هذا المختار حضير حضير هو تألف الليل علي العظيم على القصة اللي عم تصير في اليوم التاني يالله عمبي يالله كروال على شغله يالله يالله تحرك عمبي تحرك يالله يالله تحرك عمبي تحرك يالله يالله تحرك يالله اشتركوا في القناة